طريقة سهلة ومسيطة ومكونات هي قليلة لتحضره في نهاره يحتاج الدقيق الابيض وحمره غير في الطريق وشريه زليف صغير وشوية زليف صغير ماشي تقريبا 1-4 يحتاج الدقيق الابيض وحمره في الطريق في المقلاوة في كوكوت زليف صغير ماشي تقريبا 1-4 زليف صغير ماشي تقريبا 1-4 زليف صغير ماشي تقريبا 1-4 زيزة زليف صغير ماشي تقريبا 1-4 زيزة زليف صغير ماشي تقريبا 1-4 زيزة زليف صغير ماشي تقريبا 1-4 زيت زيته وعجنته مزيان لما بغيتش يكون مزيد هذا الزيت اللي يدرس زيته يعني بلما تدريها تحتاج جغيز لفة وحدة بغيت تدري الزبدة زيتها العسل تتعاون باش يقولي معلك لما كتشوفو كي جزوين لما بدش تدري العسل درغي سكر غلاسي ولكن غتحتاج تزيدي الزيت انتو ما كدش معليكم بالطريقة إلا بغيتو يكون خفيف يعني يكون هكا معلك خليو خفيف يعني ما تكتروش لدام صافي غنعجنوه مزيان انا معلوقت ركي نشف كي يجيب هالطريقة كي يجيزوين ديرو فبواطات حتى فضو ببواطات تكون مزيان باش تبقى يعني انو كهدياتو وكل شي مكونات لي فيها يعني يبقوا كي يجيب هكا كي يجيب هكا كي يجيب هكا طريقة سهلة بساف يعني ستتحمر هذه المكونات كاملة غير الفران وما تحلو القشور يعني ستتحنيهم هذه المكونات كاملين إذا عجبكم فيديو خليوا ليع لايك واشتركوا في القناة مع السلامة مع فيديو جيد شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة